الدكتور جاكلين نائب المحافظة يا جابر بيه دي اللي انا موليها مسؤولية الحلقة هي هتقول لك تفصيلات اللي احنا بنعمله ايه عشان الموضوع ده مهم جدا لان دي اقدم مدينة في اسكندرية ده مبنى تراثي واحنا شغالين عليه حنخليه حنخليه شايف ريحة مش ريحة السمت ده ريحة صرف الصحي فطبعا ده امر غير لائق باسكندرية وامر غير مقبول لاهل اسكندرية ان حلقة السمك تبقى بالمنظر ده زيكم هنعملوكم والله بنعملوكم حلقة اجمل حلقة في مصر اه 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 اتطمنوا انا عارف اتطمنوا وان شاء الله اجمل حلقة السمك واجمل مكان بإذن الله اه 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 انا انا تعهدت قدام ربنا تمام الكبار بس ولا الكلام بس احنا هنسجل عشان يبقى الكلام متسجل وتجيبه تعال يا دكتورة انا ولا معي مية ولا معي امتين الف عشان اخذ بكية انا قلبان وشغلنا اكل عشنا راي على بيوتنا وايانا هل هلاقي مكان احنا غلاب هلاقي مكان طيب احنا عجبتني بتقوله ايه احنا هلاقي مكان ولا دهنا الكبار بس اه صح طيب احنا عملين نجاو من الاول الحلقة واحنا بكاو معك انا معالك لاشا فاضل يا فان خلي بالا احنا دلوقتي الحديث مسجل تمام والدينة كلها بتسمعه تمام هم بتجيبه انا اول يوم قبل ما نبدأ العمل قلتلكو قلتلكو قلت معاكو قلتلكو قلت معاكو قلتلكو كل واحد في الحلقة بإذن الله له مكان يشتغل فيه واللي ملوش ما نشغل صبع عند المعلم مثلا هتشتغلنا عند المعلم هنشتغل هنشتغل لا احنا جابر بيه المعلم بها ولا استغنى عندك جابر بيه لا احنا فيه ملحوظة احنا لازم يبقوا عارفين عاملين عدد بكات اكبر جدا من اللي موجود دلوقتي تمام عشان الكل واحد يتخدم وهيتعمل عليها بشكل معين وبأسعار مناسبة اللي انا عملته في محطة مصر وانتو روحوا وشوفوا اللي تم في محطة مصر هتشوف اربعمية وستة بكية ولسه مستعدة ابني ادوار اخرى مفيش باع متجول او واحد يواخد اشغال طريق من الباع الجائلين إلا وهيكون له بكية موجودة هناك وحلقة السمك نفس الوطن قدامنا انا عامل احنا نقول سنة يا دكتورة سنة ان شاء الله سنة بإذن الله سنة هي كل يوم عاوز اقول حاجة يعلم الله انتو شغلين الشغل التاجر الكبير بيشيل نفسه لكن انا شاهلكم انتو مش ده الشكل اللي احرضك انا مبسوط ان احنا جاء انسى الشكل السيء ده معلش عفو علش عشان ما قبر الجماعة دول كانوا بيخرجوا بالفرش بتاعهم برا وانا كنت معمل مش شايف لاننا عارف اللي هو اللي جوه فيه ايه ولكن لما امرتهم يدخلوا جوه اللي ده يقول لك انت جاي بقى على حتة حاجة اسرية وبيهد وبيمشي ويطلع واحد يقول لك كان عندي باكة وما خنتهاش وبيشغل صح يا دكتورة؟ ده الجديد بقى اللي احبه عليه عشان تعرف بس العاملات حتمت ازاي هنا المبنى الجديد تقريبا اكثر من ضعف المسطح المبنى الجديد واربع ضعف بقى بالخدمات اللي هتضاف غير بقى الجراج اللي تحت الارض اللي بيخدم الحلقة السمك وفيه جزء استثماري فوق اخبره عن مطاعم حلو حلو هنا المبنى هتيعاد ترميمه ويرجع لاصله اللي هنا هتيجي هنا ده منظر الحلقة بعد التطوير من جوه ده منظر الحلقة القديمة بعد التطوير حلقة القديمة؟ هتبقى كده بعد التطوير اللي هي حراكة كنت فيها دلوقت ده المبنى الفرق اه لا متخيل هنا ده المدخل الرئيسي هيبقى من هنا شكرا شكرا على دماغك على الدماغك شكرا على دماغك لا ماشاء الله يعني انت مش هتسيب دي هتتخدها وتطورها بشكل محتاج مطاع المكافهات حاجة محترمة مسكندرية اه ضبط ده هو المبنى تراثي احنا ماشينا على نفس النمط جاي غطي شوية سمك جاي غطي شوية من هنا جاي غطي حاجة عظيمة